او طاقت الاحوال لو جاءت الاحلام سقلاك مثل جبال لو ساءت الاحوال او طاقت الاحوال لو جاءت الاحلام سقلاك مثل جبال ها هو الشراء مدو الشراء ها هو الشراء ها هو الشراء مدو الشراء فيما كبت دمنا طعلا لنا الأيام لينفع البهتان يا سيد بسم الله والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى مشاهدين أهلا ومرحبا بكم في رحاب برنامجكم الشراء الذي يأتيكم من قناتكم قناة القرآن الكريم خامسة التلفزيون الجزائرية قال الحسن البصري رحمه الله الحلاوة في ثلاث في الصلاة والذكر والقرآن وإلا فالباب مغلق الهمة الإيمانية بين الزوجين هبة ربانية وتعد من أعظم دعائم المودة والرحمة والسكينة التي من شأنها تمتين روابط البناء الأسري وصون ركائز هذا المثاق الغليط موضوع نقاشنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة بحول الله تعالى الأسرة والعبادة نتحدث عن مفهوم العبادة وكيف نعبد الله حق عبادته ونفصل في سبل تعزيز الإنسجام الديني بين الزوجين ونشير إلى أهمية تأذية مختلف العبادات وعواقب التقصير كما نتكلم بحول الله عن وسائل عملية تعيننا على التربية الروحية لأبنائنا هي نقاط من بين أخرى ابقوا معنا على مدار ساعة من الزمن بحول الله تعالى ومن قبسات أنوار القرآن ومن هدي خير الأنام نضبط الشراع في ركن الوتد فاصل ولنعود بحول الله تحية طيبة مباركة مشاهدين وأهلا ومرحبا بكم في رحاب العدد من برنامجكم الشراع ونرحب باسمكم جميعا بالإمام والأستاذ محمد بالعالي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تحية لك أستاذة تحية لكل مشاهدين والمشاهدات وحي الجميع هذه الأمسية المباركة بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول تعالى في محكم تنزيلح يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها ما هي المعاني الحقيقية للعبادة وكيف نعبد الله حق عبادته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بداية الخالق هو الله سبحانه عز وجل هو الذي خلق وهو الذي يمدنا اليوم بالنعم وهو الذي أعد لعباده المؤمنين تلك الجائزة الكبرى في جنة عرضها السماوات والأرض وهو سبحانه عز وجل الذي بعث الرسل ليدل عليه وبعث الكتب ليبصر الناس بالطريق هذا الإله العظيم سبحانه عز وجل من حقه وهو الخالق أن يشكر ومن حقه وهو المنعم أن يذكر ومن حقه سبحانه عز وجل وهو العظيم أن يخضع الخلق له وهذه هي المهمة التي خلق الناس من أجلها قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلق هذا المخلوق وخلق له هذا الكون كله وصخر هذا الكون لخدمة هذا الإنسان وآمر هذا الإنسان بعبادته سبحانه عز وجل وحده لا شريك لها والتذلل له ومحبته وعمل الأعمال التي أمر بها والانتهاء عما نهاه الله سبحانه عز وجل عنه قال الله تبارك وتعالى مبينا أيضا أن أفعال الإنسان لا بد أن تكون جميعها لله سبحانه عز وجل فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كل حركات الإنسان وكل سكنات الإنسان وكل أقوال الإنسان وكل أفعال الإنسان لا بد أن تكون لمرضات الله وحده سبحانه عز وجل يحيى لله ويموت لله سبحانه عز وجل باسمك اللهم أموت وأحيا يقولها الإنسان وهو يتوسد وسادته عندما يريد النوم نوت الصغرى نعم هذه العبادة هي غاية الذل والخضوع مع تمام المحبة لله نعم يخضع ويتذلل الإنسان لمن لمن بيده الأمر لمن بيده مصير هذا الإنسان هذا الإنسان لا شيء بدون الله سبحانه عز وجل من الذي أوجدنا الله من الذي اليوم يمدنا بهاته النعم هذا الهواء الذي نتنفسه يعطينا إياه رب العزة سبحانه عز وجل ولو شاء الله عز وجل لا أمسك هذا الهواء لحظات لا مات هذا الإنسان وهل يستطيع الإنسان أن يدبر حاله في مثل هذه هذه الأجهزة التي تعمل في جسم الإنسان اليوم من الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والجهاز التنفسي من الكيلة والكبد والمعدة والقلب وكل هذه الأجهزة الذي يسيرها هو رب العزة سبحانه عز وجل فإذا شاء ربنا عز وجل في لحظة من اللحظات أن يوقف جهازا من هذه الأجهزة سيوقفه هو سبحانه عز وجل وبالتالي هذا الإنسان هو خاضع لله فيتذلل لله وهذه هي هو مفهوم العبودية أو العبادة التذلل والخضعون قلوا هذا طريق معبد طريق مدلل الإنسان يتذلل لربه ثم هو يحبه سبحانه عز وجل يحب مولاه لماذا يحبه لأنه يعلم أن الله عز وجل ما خلقه إلا ليرحمه أربي عز وجل خلقنا بش يرحمنا سبحانه عز وجل أرحم بنا من أمنا وأبينا أكيد ورحمته تغلب غضبه ورحمته تسبق غضبه نخطئ وتزل أقدامنا ونعصي وربما في كثير من الحالات نغفل عن الله ولكنه الرحيم ينادينا قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحان الله بل يقول كما في صحيح مسلم لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم هذا يدلنا على رحمة الله وهذا الذي يتركنا نحب الله سبحانه عز وجل منذ نعومة أظفارنا منذ أن يكون الواحد منا صغيرا لا بد أن ينشأ على هذا على حب الله على حب الله ولا بد أن يكون هذا أول الأمور طفل الصغير يكلم على أن الذي أنعم عليك بهاتي النعم هو رب العزة الذي الآن ينعم عليك بكل ما تحتاجه هو رب العزة الذي خلق لك هذا الكون هو رب العزة سبحانه عز وجل فينشأ الإنسان على حب الله ثم هو يخشى على أن يتنكب الطريق فيحرم الخير الذي أعده الله له سبحانه عز وجل فتصبح أفعال هذا الإنسان جميعا يتقرب بها إلى الله سبحانه عز وجل ولذلك إذا جئنا إلى العبادة حينما عرفها علماؤنا قالوا هي كل الأفعال الظاهرة والباطنة كل الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة بنية التقرب إلى الله هذه عبادة سبحان الله الإنسان يقول قولا وهذا القول يرحم من الله نعم القول مشروع والقول طيب ويبتغي بها وجه الله الكلمة الطيبة صدق يبتسم الإنسان في وجه أخيه ابتسمتك في وجه أخيك صدق يعمل الإنسان عمل أي عمل من الأعمال يريد به من ضد الله يكون عبادة يؤدي صلاته يؤدي صيامه يؤدي زكاته يؤدي حجه عبادة يساعد جاره يمط الأذى عن الطريق يبر والده يتقن عمله يحسن إلى زوجه يربي أولاده نعم بل يضع اللقمة في فم زوجه بل ينام ليرتاح كل هذا عبادة يتقو على الأداء العبادات سبحان الله ينام الإنسان تخيلي معي إلى هذه الدرجة كما جاء في الحديث من نام وهو ينوي أن يقوم الليل الإنسان في هذا الزمن مثلا في زمن الشتاء ليله طويل فيقام ونهاره قصير فيصام هو نوى أن يقوم أن ينام ثم يقوم مثلا بساعة قبل الفجر نعم ليصلي ما كتب الله له من قيام الليل ولكن غلبته عيناه أنام نعم وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يقول كتب الله له قيام ليلة وكان نومه عليه صدقة من ربه سبحان الله نومه كان عبادة رحمة الله تسع كل شيء الله له بالحسنات على نيته لأنه نوى كان صادق النية ثم يزيد أن الله سبحانه عز وجل يتصدق عليه بذلك النوم يكتب له قيام الليل ويتصدق عليه بالنوم فهذا فضل من الله سبحانه عز وجل ومن هنا كانت عبادة الإنسان لربه سبحانه عز وجل لا تشمل كل هذه النواحي علي عزة بيقوفيتش رحمه الله يتكلم في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب ويتكلم عن الفرائض الخمس مثلا نعم ويقول فيها جانبان فيها الجانب ما بينها وبين الله وفيها جانب ما بين الإنسان والمحيط الذي يعيش فيه ليس الإنسان فقط المحيط الذي يعيش فيه فيه هذا الإنسان فيه هذا الكون فيه هذه الطبيعة فيها المخلوقات الأخرى التي يعيش فيها الإنسان ولذلك رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن في كل ذي كبد رطب صدق يعطي الإنسان لقمة للقط عبادة عند الله سبحانه عز وجل يسقي تلك الشجرة ويعطي لها الماء هو يتعبد إلى الله سبحانه عز وجل في العائلة مع الأولاد مع الأهل مع الذرية بين الزوجين بين الوالد وأولاد بين الأولاد والديهم كل هذه التعاملات تدخل في عبادة يا رب العزة سبحانه عز وجل برك الله فيكم شيخنا واللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقرب إلينا حبك ومشاهدين صلوا وسلموا وباركوا على حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ابتهالات ولنا عودة بحول الله اللهم ياذر وحمة الواسعة يا مطالعا على السراوائر والضمائر والهواجس والخواطر أسألك فيضة من فيضان فضلك وأنساً وفارجاً من بحر كرامك بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيوننا وتغنينا عن سؤال غيرك فإنك واسع واسع الكرام يا يا كريم اللهم ردنا إليك ردا جميل ونرحب باسمكم جميعاً مشاهدين بالدكتور في الشريعة بن عيس عبد الباسط السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً على هذه الاستضافة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الدقائق وأن يجعل فيما نقول ونرى صواباً ورشاداً إن شاء الله أمين يا رب العالمين بعدما تطرق شيخنا محمد بالعالي إلى مفهوم العبادة وكيف نحقق هذه العبادة في مستوى جميع مستويات حياتنا من بين تعريفات الأسرة أنها خلية عبادة وتكامل ومؤسسة أمان ومعادلة رزق لو نفصل في هذا المفهوم وماذا عن أهمية استحضار النية الصالحة واحتساب الأجر في الحياة الزوجية نعم يبدو بأن هذا التعريف واف كاف وهو شامل كامل متكامل إذ فيه تقريباً أغلب الزوايا التي تناول موضوع الأسرة الناظر في القرآن الكريم يجد الآيات التي تتحدث عن الأسرة تفصلها تفصيلة وهذا الأمر لافت للانتباه فابن العربي في كتاب أحكام القرآن أحصى ما يزيد عن 500 آية من آية الأحكام التي تتحدث عن الحلال والحرام هناك أمور في الدين عظيمة جداً الصلاة مثلاً لم تفصل في كتاب الله كما فصلت الأسرة أكثر من 300 آية من أصل 500 آية في الحلال والحرام يعني نتحدث عن ثلثي آيات الحلال والحرام تفصل موضوع الأسرة تفصلها من ما قبل البداية إلى ما بعد الطلاق والوفاة وهناك أمور ذكرها القرآن الكريم تفصيلاً كأن يتشاور الزوجان في الرضاع فإن أراد أفصالاً عن تراض بينهما وتشاورهم فلا جناح عليهم تخيل إلى هذا الأمر البسيط في التفصيل وذكر القرآن الكريم المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ورسائكم وأخواتكم تفاصيل ثم الخطبة وإن تم الزواج إن حصل الطلاق قبل الدخول تفاصيل الإرث كلها متعلقة بالأسرة وكل ذلك لبيان أن الأسرة موضوع خطير جداً لم يكله الله سبحانه وتعالى حتى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليبينه في سنته بل بينه سبحانه وتعالى حتى قال يوصيكم الله في أولادكم هو سبحانه من تبين لماذا؟ لأن الأسرة هي حجر الزاوية للمجتمع الإنساني كله وإذا لم تتبع هذه الحدود في البناء فإن كل الأمور البنيان سيسقط في سورة الطلاق التي تفصل أحكام بعض أحكام الطلاق يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن أنهى الأحكام وكأي من قرية بعد الحديث عن الطلاق الذي هو انفصام عورى الأسرة عاتت عن أمر ربها ورسله القرية في القرآن الكريم هي الدولة الحضارة المجتمع عاتت عن أمر ربها ورسله وهنا السياق يخصص أن الأمر وإن كان عاماً إلا هنا بما أنه بيّن أحكام الأسرة في البناء والفصل عاتت عن أمر ربها ورسله في الأسرة فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً عندما تتجاوز المجتمعات حدود الله في بناء الأسرة وتسييرها وحتى فكها فإنها ستعذب عذاباً شديداً الآن الأرقى لن تحدث عن مجتمعنا الإسلامي الحمد لله ما زالت الأسرة مقدسة في المجمل وإن كانت بعض الأصوات الآن تنادي لمحاولة زلزلة هذه الأركان الغرب أرقامه تعطي هذا العذاب الشديد الذي ينتهي في النهاية بالزوال فالنسب الانتحار الأطفال مثلاً الذين يخلقون أصلاً خارج مؤسسة الزواج في أمريكا أكثر من ستين بالمئة من الأطفال الذين يولدوا بعد سنة ألفين جاءوا من غير طريق الزواج هذا الأمر ما الذي يصنع؟ السجون مملؤة الاعتداءات لأن الحاجة الحاجة إلى وجود الأب في البيت ضروري جداً ليس فقط من أجل تأمين الطعام والشراب بل الحاجة النفسية حتى الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن نبيه فترة طفولته قال ووجدك يتيماً ألم يجدك يتيماً؟ لم يقول فيطعم قال فآوى ولما تحدث عني اليتيم قال فأما اليتيم لم يقول فقال فلا تقهر أمر نفسي حاجته النفسية هي الأكبر فالله تعالى قال أنا غطيت هذه الحاجة ولم يتحدث عني الفقر فالذي يأتي إلى هذه الدنيا دون أن يكون له هذا الرافض وطبعاً إذا لم يكن هناك بناء مقدس كالدين يعطي ثبات الأسرة الأسر المتدينة حتى في الغرب هي الوحيدة التي تتجاوز يتجاوز متوسط بقاء الزواج 15 سنة أما الزواج الملاحدة واللادينيين أقصى حد أربع سنوات الذي هو متوسط بقاء العامل في المؤسسة الحمد لله على نعمة الإسلام أما الآن عندهم زوجان بقية مثلاً 30 سنة الذي هو أمر عادي عندنا بالنسبة لهم شيء خارق للعادة استثناء استثناء ومن الذي يجعل هذا هو المثاق الغليظ لأن الزواج عندنا ليس عقد بيع وشراء وإنما وقد أخذنا منكم ميثاقاً غليظاً المثاق الغليظ الذي جعله الله تعالى مع الأنبياء وأخذ منهم ميثاقاً غليظاً كما في صورة الأحزاب هذا البعد الديني العلاقة بين الرجل والمرأة التي تتجاوز الأمور المادية في التأسيس وآدم عليه السلام لما خلقه الله تعالى في الجنة خلق منه زوجه لأن حتى الجنة يجب أن يكون فيها هناك أسرة وعلى الهامش حتى عندما نكون من أهل الجنة إن شاء الله الله تعالى سيجعل العلاقة بين الرجال والنساء علاقة الزواج بعض الناس يتصور بأن الجنة ليس فيها حدود الله تعالى قال وزوجناهم بحور عين أي أن حتى الأسرة ستكون في الجنة هم وأزواجهم في ظلال وقالوا الذين آمنوا ولم ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء فهذا التأسيس الأول أن الزواج في نفسه تأسيس الأسرة في نفسها هو عبادة في ذاتها وهي علاقة قدسية نحن عندما يزوجون يقول أنه يزوج على كلمة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث قال استحللتم فروجهن بكلمة الله فهذه الله سبحانه وتعالى هو الذي يزوج وحتى الفرقة تحصل بكلمة الله فالأمر مقدس ثم في جانب الاختيار والتأسيس النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى غالب ما تنكحه من أجله المرأة في المعروف تنكح المرأة لجمالها لمالها لحسبها لنسبها قال فاضفر بذاتي بذاتي الدين الدين تاريبة يا داعي بمعنى أن العنصر الديني وإن كان لا ينفي العناصر الأخرى إلا أن هذا العنصر هو سبب البقاء الذي يدوم وقال الحسن البصري حتى في جانب الزوج إذا زوجت ابنتك فزوجها لذي دين فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها لم يظلمها وهذا الحد الأدنى العجيب جدا وإن تجاوز الناس هذا الحد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هذه الأسو قال بعدين فإن لم تفعلوا فتكون فتنة في الأرض وفساد كبير يعني أن الناس إذا تجاوزوا معاذ الله تعالى في البناء والتأسيس فالذي يحصل هو فتنة في الأرض وفساد كبير أقول نسب الطلاق طبعا كثرة الأفات كم أكثر من أربعة عشر سنانة في أمريكا الشمالية لم أدعى يوما إلى أرس حتى تكون في الصورة وأدعى كل أسبوع لفك خصام أو لفك خصام من بعد الطلاق نعم هذا عجيب جدا ونسب الطلاق مرتفع جدا حتى الجالية الإسلامية هناك بدأت تصاب بهذا المرض تصاب والعائلات التي تصاب هي العائلات التي تبتعد عن حدود الله صلى الله تعالى أن يجعلنا من يحافظون على هذه الحدود الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين أنعم علينا بهذا الدين العظيم برك الله فيكم أستاذنا على ما قلتموه وما قدمتموه من توطئة طيبة وجميلة أستاذنا وشيخنا محمد بالعالي كيف نعزز الانسجام الديني في الحياة الزوجية وفيما تكمن أهميته وماذا نفقد في حالة غيابه أكيد المنطلق الذي كان يتكلم منه الدكتور نعم قدم مقارنة جميلة حينما يقبلوا كلا الزوجين نعم على هذه العبادة بنية أن يتقربا إلى الله سبحانه عز وجل لأن المنطلق إذا لم يكن وفق هذا المنظور نعم هانت هذه العلاقة العشرة ربما عرضت للهدم في أي محطة من المحطات لكن أن ينظر الإنسان حينما يريد بناء أسرة أو أن يتزوج على أنه يعبد رب العزة سبحانه وتعالى نعم ونحن نعلم أن هذه الغاية التي خلقنا من أجلها فلا يمكن بداية أن نرى هذا مثلا العزوف عن الزواج سواء من طرف الشباب أو من طرف الشابات نعم الواحد يقول أنا لماذا أتزوج اليوم لأتحمل مسئولية مثلا نعم لكي نزيد مثلا قضية الأتعاب والمصاريف على نفسي ومسئولية أعباد ومثيقان ومسئولية وأيضا البنت من هناك تقول أنا أتزوج ربما ليأتي برجل يتسلط عليه نعم أو ربما يقيد من حريتي الذي يذهب هذا المنظور وهذا المفهوم عند الناس شيء واحد ووحيد فقط هو الإقبال على هذا الأمر بنية عبادة رب العزة سبحانه عز وجل حينما يكون هذا المنطلق ثم بعد ذلك يرى هذا الإنسان أنه الحمد لله الآن أتيح لي في ظل هذه الأسرة أن أستثمر في أعمال وأن أقوم بأعمال لا أستطع أن أقوم بها بدون زواج هذه الأعمال لا يمكن أن يتقرب بها الإنسان إلى الله إذا لم يكن متزوج خارج إطار الزواج بداية في علاقته بزوجه هذا الذي كان يتكلم عليها الدكتور العلاقة الوحيدة بين الرجل والمرأة هو في ظل هذا الزواج وفي الجنة أشار إلى قضية آدم عليه السلام أبونا آدم وهو يتنعم بكل النعيم الذي أعده الله له في الجنة ومع ذلك ربنا عز وجل لم يخلق له والدة ولم يخلق له أخت ولم يخلق له بنت بل خلق له زوجة في الجنة حتى يقول لنا ربنا سبحانه عز وجل أن هذه العلاقة علاقة مقدسة وعلى أنها أيضا هي الأصل الذي لا بد أن تكون عليه البشرية سبحانه عز وجل وهو الذي خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير حينما تريد البشرية أن تتنكب على هذا المنهج يأتي القرآن الكريم وتأتي الفطرة لتذكرنا بهذا وهذا تنبيه شيخنا لمن أراد أن يمس بالفطرة الإنسانية البشرية من هنا نبه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وفي بضع أحدكم صدق متى يعبد الإنسان وربه بهذه العبادة إن لم يبني الأسرة قالوا يا رسول الله يقضي شهوته ويكون له بها أجر قال لما النبي عليه الصلاة والسلام أرأيته لو وضعه في الحرام كان هذا الإنسان يروح للحرام ماذا تقولون عنه لأكيد أنه ارتكب إثما ارتكب جرما لكنه الآن ارتكب طاعة يتقرب بها إلى الله فلا يمكن للإنسان أن يمارس هذه العبادة وأن يقوم بهذه العبادة إلا في ظل هذه الأسرة هذا المفهوم لا بد أيضا أن يكون راسخا عند كل زوج وزوجة أمر الآخر هو حينما يحسن كل واحد منهما إلى الآخر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام سيد الخلق يقول خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهله كأنه عليه الصلاة والسلام يقول لنا الخيرية الكبرى إذا أردتم نيلها وإذا أردتم أن تكونوا من أهلها لا بد أن تبنوا أسرة وإلى كيف شرحت أنت تكرم أهلك أو تكرمك أيضا زوجتك ولذلك جاء في الجهة الأخرى الأمر بالزوجة بطاعة زوجها والإحسان إليه ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ثم بعد ذلك أيضا من الأشياء التي تترك هذا الأمر عظيم عند الناس هي قضية الأولاد والذرية وتربية النشأ زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا والغرس الذي يعبد رب العزة تبارك وتعالى تخيلي معي هذا المنطلق يكون عند كل من يريد أن يتزوج أنه الآن الحمد لله سأحصن نفسي عني الحرام الآن سأكون أسرة أحسن إلى زوجتي فيها وتحسن إلي بإذن الله وأتقرب إلى الله عز وجل بالعطف عليها والإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف ثم نيتي أيضا في هذه المؤسسة العظيمة هذه المؤسسة التي سبحان الله كل مؤسسة الدنيا دكتور تبنى على العدل تذهب إلى أي شركة من الشركات يا أخي أنا علي أن أقوم بكذا وأنت عليك أن تقوم بكذا حتى تستمر هذه المؤسسة مؤسسة الزواج مبنية على الفضل على المودة على الرحمة بينهما هذه المودة التي خالص الحب للطرف الآخر ثم بعد ذلك هذا الذي يحبه ويخلص في محبته الأكيد أنه لا ينتظر أن يعطيه الناس بل هو المبادر إلى الإحسان وإلى العطاء تخيل معي هذه التي تمارس في الأسرة ويكون كل واحد بين الطرفين هذا والمنطلق تعوه ويحرصون على أن تكون هناك ذرية هذه الذرية نسمى كما قال سيدنا عمر تسبح بحمد الله ذرية طويلة يعني أنا أسبح وزوجتي تسبح ثم بعد ذلك الغاية أنا أتي بولاد وأتي ببنت وأتي بذرية هذه الذرية كلها تكون طائعة لرب العزة سبحانه عز وجل فامتداد لك امتداد لحياتك ليس على أسس من نسابك وعلى أنهم من صلبك لا حتى عبادتك لربك عز وجل ستمتد هذا كل ولد الذي أنت ربيته التربية الصالحة كل الأعمال أنتاء الصالحة التي سيقوم بها ستكون في ميزان حسناتك أنت الذي ربيته على ذلك وهذا من رحمة الله أنت الذي أدبته بذلك تخيلي معي أستاذة أين ينال الإنسان هذا الفضل إذا لم يبني هذه الأسرة ولذلك إذا فهمت الأسرة بهذا المفهوم وأصبحت هذا إن صح التعبير هذا المحظن الذي ربما يحتضن هذه هذه الذرية وهذا الأولاد الذين يتقربون إلى الله عز وجل فتنشأ أمة من الأمم ينشأ جيل من الأجيال تناسل بين هذه الأجيال إلى أن يلقى الإنسان رباه سبحانه عز وجل وأولادك وأحفادك كلهم في ميزان حسناتك هذا أول الأشياء التي تترك هذه العائلة كما أشرت مستقرة وهذه هي الأشياء التي تخلي كل الزوجين حافظ على هذه الأسرة ليس مجرد غضب من طرف يدمر هذه الأسرة فيصبر ويتغافل ويسارع إلى الدفع بالتي هي أحسن هذا نحن مطالبون به في كل الحياة في حياتنا كلها لا أود أن يتغافل الإنسان في حياتنا كلها يسمع كلمة ويتروح باللي ما أسمعش شوف حاجة ويتروح باللي ما شافش حتى يسمى بفن التغافل يقول واحد كلمة ولا يقول ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين هذا تعالى الجاهلية أما اليوم ربنا عز وجل يقول لنا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إذا كانت هذه بين الناس كامل فما بالكم في الأسرة وفي الأهل فما بالكم بين زوجة تعامل أبا أولادها وبين زوج يعامل أم أولاده فهذه هي العلاقة التي يفترض على أن ينطلق منها كلا الزوجين في بناء هذه الأسرة وهذه التي تحافظ على ديمومة الأسرة واستمرارها بإذن الله سبحانه عز وجل بإذن الله عز وجل وما أجمل الأسر التي تعيش في كنف الطاعات والعبادات وتستشعر لذة كل العبادات التي يمارسونها استدنا لحظة الأنس مع الله جل وعلا هي علاج لنفوسنا المحبطة وأحيانا للمكتئبة من ضغوطات الحياة سواء اقتصادية أو اجتماحية رغم هذا الخير العظيم إلا أننا قد نقصر في الطاعات وفي العبادات لو نشير إلى أسباب التقصير في العبادات حتى نقومها بحول الله نعم ذكرنا من قبل بأن الأسرة في ذاتها هي عبادة مرادها صناعة العابدين زكريا عليه السلام كان قد بلغ من الكبار عتية ولم يرزقه الله سبحانه وتعالى الذرية إلا أنه كان راضيا بقدر الله تعالى عليه إذ لم يهبه ذرية كسائر الناس ولكنه لم يكن حزينا على عدم وجود ابن يلاعبه ويدعبه بقدر حزنه على نقل الدين فقال فهب لي من لدنك وليا يارثني ويارث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا وقال قبلها وإني خفت الموالي من ورائي وكانت مرأتي عاقرة زكريا عليه السلام رأى بأن الخلف الذي كان موجودا الذي ينقل الدين لم يكن في المستوى خشي على وراثة الدين فقال أنا لا أملك لا أرى في الموالي العبيد وطبعا هذه الظاهرة حصلت حتى في الإسلام الذين يحملون الدين يجب أن يكونوا أشرافا أن يكونوا أحرارا لأن الله تعالى اصطفى الأنبياء والأنبياء حرم الله تعالى عليهم الصدقة لأنهم نفوسهم عالية عيسى عليه السلام حرم على الحواريين أن يتكئوا على العصي وأن يتخذوا جيوبا أن تخيل الجيب يا ضعف قال مجانا أخذتم مجانا تعطون لا تتكئوا على شيء بل على الله تتوكلون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة على أوائل الصحابة أن لا يسألوا الناس شيئا فكان الواحد منهم يسقط صوته وهو على البيع فينزل ويأخذه لا يسأل أحدا أن يناوله هذه مستوى الأنبياء الذين يحملون الدين يجب أن يكونوا أعزة المتوكلين على الله فإذا حمل الدين ذو همة دنية فإنه سيبيعه والمؤمن صاحب همة نعم سيبيعه فخشي أن يأتي حملة دين يعبدون الدنيا فيبيعون الدين بالدنيا فقال أريد ذرية تحمل الدين يارثني ويارث من آل يعقوب لأنه هو ورث النبوة والكتاب حتى يحيى عليه السلام الله تعالى لما استجاب دعاءه فأعطاه يحيى يحيى عليه السلام كان شيخ إيسى عليه السلام شيخ هو فكان يشرب ماء أنهار ويأكل التوتى وورق الشجر ويلبس الجلود طبعا هذا ليس فيه لأنه كان يرى مال الناس وطعامهم في نوع من الشبهة أو الحرمة وكان مستغنيا عن الناس تماما متوكلا على الله سبحانه وتعالى حتى إن الله تعالى زكاه بنفسه وآته الحكمة صبية الشيء من كل هذا ما هو أن مهمة الأسرة أن تنتج عبادا لله صالحين هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هذا هو بالأساس أن تكون الأسرة ناقلة للدين كيف تكون ناقلة للدين الله يرضى عليك إذا لم تكن تقيم في البيت العبادات زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب في محراب بيته وأيضا مريم كان عندها محراب المحراب هو مكان العبادة لما دخل عليها زكريا وجد عندها رزق فإذا البيوت هاته البيوت يجب أن تتحول إلى محارب حتى تنقل الدين وقد ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا أن نجعل من صلاتنا في بيوتنا وقال صلوا في بيوتكم ولا تتركوها كالمقابر أي ميتة وقال إن أهل السماء في الحديث إن أهل السماء لا يتراؤون البيوت التي يتلى فيها القرآن كما تراؤون النجم الغابرة في السماء مونيرة سبحانه والبيت الذي يتلى فيه القرآن ويصلى فيه ويدعى فيه ويعلم فيه ويتعلم الله تعالى قال عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما يتلى أين؟ في بيوت كنة من آيات الله القرآن والحكمة السنة فبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتا منورا بالوحي وبالسنة والله تعالى ذكرهم هذا أساس أنه نعمة وأنه طهارة فالبيوت التي لا يوجد فيها صلاة ولا يوجد فيها قرآن ولا يوجد فيها ذكر ولا دعاء ولا تنزل فيها الدموع من خشية الله في الأسحار ولا تشتبع فيها العائلة بيوت ميتة خاربة والبيوت التي تعمر بالطاعة هي البيوت التي يكون فيها بركة وقد ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمورا تفصيلية مثلا قال يقرأوا سورة البقرة البركة في حياتي نعم قرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تطيقها البطلة والبيت الذي يتتلى فيه سورة البقرة لا تقربه الشياطين وانظر هذا تفصيل وكان عليه الصلاة والسلام كان يدعوه أهل المدينة أن يصلي في بيوتهم وأن يتخذ مكان صلاتهم حرابا فكان إذا دخل يستأذن صاحب البيت ويقول أين تريد أن أصلي لك أخبرني المكان فيصلي فيه فيصلي فيه ولعل حتى الناس يلاحظون أنهم إذا دخلوا بيوتا تجد غرفة تستريح فيها وغرفة لا تستريح فيها فإذا سألت صاحب البيت يقول هذه الغرفة التي نصلي فيها وأنا أصح إخواني ألا يتخذوا مكانا واحدا فقط كما برك الإبل صلي في بيتك كله صلي الضحى في هذه الغرفة صلي قيام الليل في الأخرى تصلي صلاة جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويوقظ أهله كما في قيام رمضان وفي حديث أيضا ردم يأجوج ومأجوج أيقظوا صواحب حجورات بل هناك حديث طريف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للرجل والمرأة وطبعا هذا التطبيق يجب أن يكون على حذر باتفاق والشيخ ضحك لأنه يعرف الحديث أن الله تعالى لا يرضى عن الرجل يقوم ليلا فيوقظ أهله للصلاة فإن لم تستيقظ نضحها بما نعم هذا يجب أن تتفقوا على هذا حتى لا يقال بأنها نعم فتستيقظ تصلي معها وإن الله لا يرضى عن المرأة تقوم تصلي فتوقظ زوجها فإن لم يستيقظ نضحته بما يعني هذا أن يتعاون وقال إن الله لا يرضى وهذا الأمر عجيب جدا وهذه الآن في العلوم المجتمع علم النفس المعاصر هذه الأمور الصلاة جماعة في البيت قراءة القرآن وتعلم أحكامه أن يتخذ أهل البيت مثلا كتابا كرياض الصالحين أو الترغيب والترغيب الإمام المنذري كتب هكذا يجتمعون عليها هذه الأمور الناس يدفعون عشرات الألوف من الدولارات ليستقدموا شخصا يقيم لهم حصة يوغا تستحضر لهم الشيالي يدفعون هذا ونحن عندنا بالمجان بالمجان فهذه الأمور لو علم الناس ما فيه من الأثر فيها من خير من خير حتى على النفس النفس لأن الصلاة الدرسات النفسية تثبت ذلك أكيد لأن هناك مراكز في الدماغ ترتاح عند تأدية العبادات وليس أستاذنا ننوه فقط للمشاهد الكريم وما ذكره شيخنا محمد بالعالي في مقدمة العدد بأن العبادة لا نحصرها فقط في صلاة أو صومة أو زكاة حتى الكلمة الطيبة وحتى الابتسامة وحتى إكرام الضيف وغير ذلك أكيد لأن هذه أساس نعم هذه أساس الاجتماع حتى على الطعام فإنه نبدأه نعمل بالحلال ثم نذكر الله تعالى قبله وأثناءه وبعيده والاجتماع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الاجتماع على الطعام لتحصل فيه البركة وأهل بيت في المدينة قالوا يا رسول الله إننا نأكل ونأكل ولا نشبع قال لعلكم لا تجتمعون قالوا نعم يتفرقون كما صارت موضة الناس الآن نعم فلما اجتمعوا بارك الله تعالى لهم في هذا فالعبادة والأسرة مرتبطة وهناك أمر ثالث وهو ما الذي تقدمه الأسرة للأولاد إن نشأتهم على الحفاظ على الصلاة وعلى ذكر الله تعالى أذكار الصباح والمساء وذكر الله تعالى في كل حال هذا الأمر أكبر هدية نقدمها لأبنائنا أن نعودهم على الدين وأن يحبوه وهم لما يبلغوا بعد لأن هذا سيسهل عليهم الأمور وفي هذه النقطة أستسمحكم أستاذنا سيعطف ويجيب أكثر على هذه النقطة شيخنا محمد بالعالي أستاذنا ما هي مختلف الوسائل العملية لترسيخ العبادات في نفوس الناشئة بداية لا بد أن تكون هذا الترسيخ منذ الصغر لا يترك الإنسان الزمن يمر ثم بعد ذلك يريد أن يترك أبنائه يصلون أو يتعلمون صلة الرحيم أو يتعلمون التواضع أو يتعلمون الصدق أو الأمانة كلما مر الزمن كلما صعب غرس هذه الأشياء في نفوس الأطفال نعم فتبدأ يبدأ هذا الغرس منذ الصغر بالنبي رحمه الله لما جاءه واحد وقال له كيف أربي ابني قال له كم سن وقال له عندي شهر أو هكذا قال له تأخرت كثيرا يعني تأخر كثير على هذا السؤال في سن شهر أستاذ نعم لماذا لأنه الأصل أن يبدأ من الزوجين في حد ذاتهم يعني من الاختيار إلى التعامل فيما بينهما إلى ذلك المحيط الذي كان يذكره الدكتور المحيط النفسي والإيماني والتربوي والعدوى الإيمانية بين الزوجين هذه العدوى أول ما تصيب تصيب الضرية والأبناء هذا لا نقاش فيه هذه الأخلاق يرضعها هذا الطفل الصغير من عند أمه حتى وهو صغير سبحان الله فلا بد أن يبدأ من الصغر وسبحان الله كان نبينا عليه الصلاة والسلام يركز على هذا جيدا وهل يستوعب شيخنا الطفل الصغير لما نحدثه عن الله تبارك وتعالى لأنه ما هو شائع في أوساط مجتمعنا يقال دحه لا يفهم بعد مثلا في عام سنتين ثلاث سنوات إلى أربع سنوات نحكي له قصة أو لا يقال دحه لا يستوعب هذا الكلام بعد فماذا تقولون في ذلك شوفي أستاذ لنرجع مثلا إلى روايات نقلها لنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام تخيلي معي لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ترك الحسن مثلا وهو ابن سبع سنوات ينقل لنا الحسن عدة أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخيلي معي تخيلي معي تلك الوصية لعبد الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 11 سنة كما في بعض الروايات ويقول له هذا الحديث العظيم جدا يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد وتجاهك هذه الكلمات العظيمة القوية قوية في معانيها حتى شيخنا نعم في معانيها يقولها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الطفل الصغير ويستوعبها هذا الطفل الصغير وينقلها للمسلمين عبر كل زمان جندب ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه يقول كنا حزاورة صغارا نجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان كل هؤلاء كانوا صغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع الطفل الصغير ويده تلعب في الصحن يقول له يا غلام سمي الله كل بيمينك كل مما يليك هذا لمن يقولها النبي لهذا الطفل الصغير يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمنا ويربينا على أن نقولها وأن نعلمها لأولادنا أدعية النوم وأدعية الاستيقاظ وأدعية الأكل وهذا كالربط العجيب بينما يقوم به الإنسان والآخرة اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار باسمك اللهم أموت وأحيا حمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور هذه الأشياء يتربى عليها هذا الطفل الصغير من أكبر ما نركز عليه في قضية العبادة وتنشئة هذا الجيل وهذا الأبناء على عبادة الله عز وجل هو تحديد هذا الهدف بوضوح على أنه هؤلاء مشاريع لعمارة الأرض مشاريع لأن يعبد الله عز وجل في هذه الأرض والله عز وجل إنما خلق هذا الكون كله وخلق هذا الإنسان ليكون خليفة في الأرض وأن يعبد الله سبحانه وجل فإذا لم يبقى في الأرض ولا عابد لله انتهت صلاحية هذه الدنيا سيفنيها المولى سبحانه عز وجل نعم كان يكلمنا الدكتور على أولئك العظماء نتكلم نذكر كلام العمودي رحمه الله لما ذكر الشيخ عبد الحميد بن أباديس نعم يتكلم على هذه الهمة في حمل الدين يقول وحدة العبارة خطيرة وعظيمة جدا يقول كان أشلاء همة في ثوب أشلاء همة في ثوب ضعيف ونحيل وهذا كان الشيخ عبد الحميد بن أباديس وزاد التعب في آخر حياته لكن همه وشنه نعم همه كيف يبين هذا الدين وكيف يحرر هذه الأمة هؤلاء هم الذين يسعى الناس إلى تربيتهم باش يخرج لنا شيخ عبد الحميد بن أباديس لابد أن نبدأ وامل يكون صغير دون يأس وفتور هذا الطفل الصغير أول حاجة ركزولوا عليها هو هذا الهدف هو أن نجعل هذا الولد يحب الله نعم قبل ما نبدأ نخوفه فيه كما رأي حالتنا نعم نقرأه في القرآن الكريم ربي يجيبنا على هذا ربي سبحانه عز وجل هذا عنده يدي ما عنده هذا الأشياء كلها ربي سبحانه تعالى يجيبون عليها لكن للأسف نقول للولد حتى نقتل في هذا البحث ومعرفة الله سبحانه ومن يرزقنا هو الذي خلق بعد عنده نعمة الإمداد كل ما يمدك الله عز وجل به هو لأنه يحبك نعم فلما نخل هذا الولد يحب الله سبحانه عز وجل بعد ذلك الأكيد هذا الولد بإذن الله عز وجل لأنه مفطور على هذه فطرة في الإنسان أنه مفطور على حب من أحسن إليه نعم حينما تعلمه أن الله عز وجل هذا الكمال المطلق والجمال المطلق والقدرة المطلقة والرحيم والرحيم سبحانه عز وجل والمنعم بكل هذه النعم فأولادنا ونركز على هذه أول الحاجة لما المفروض اليوم ربوها لولادنا خلينا من هذك يا ولدي ربي حرقك بالنار ربي علقك مشفرتيك بالنار هذا الأشياء نحيوها حبب له ربي سبحانه وربما من المفارقات الآن تصيبه عند مثلا في بعض البيئات تصيبه لما يتكلم مثلا عن رسول الله شيء جميل يحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن نبحث عن الخلفية لماذا فتجده ربما لا يسب أحد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن تجد في جانب آخر مثلا الناس تزعف تسبب ربي سبحانه من بين الخلفية في هذه هو هذه التربية الصغيرة من الذي كان صغير يجيب له شمعة ويجيب له الرشتة ويجيب له كذا وعلى أسس موليد النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر على هذه الأشياء لكن أنا نقوله الوسيلة خرج هذا الطفل لما كبر ولا دائما عنده علاقة محبة مع رسول الله لكن هذا لأنه من الذي كان صغير يقول له ربي يحرقك بالنار ويدخلك للنار ويعذبك وكذا وكذا بدون الجانب الآخر نتكلم دائما كين وحد الموازنة لكن أول الأشياء التي نبدأ فيها في تربية الطفل هو تحبيب المولى عز وجل لهذا الطفل ثم بعد ذلك تعويده على العبادة كما يتكلم دكتور تعويده على هذه العبادات وليذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام الصبر على العبادة واستشعار لذتها نعم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليه يقول أنه موروهم بالصلاة وهم أبناء السبعة تقول نزال صغير لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد مننا أن نعود نعم والخير عاد كما جاء في الحديث لما يتعود هذا الطفل هذه العبادات بأنها تليل عنده عادات مع تنمية الجانب الآخر فيه وهو العبادات القلبية من أن هذه الأشياء تعملها لوجه الله نعم وهنا نبهول واحد الحاجة مشي أوليدي ونقول له ملولا ونقول له أوليدي صلي ونعطي لك كذا هذا خطأ خليه موريه بالصلاة عندك خمس أيام ست أيام سبع أيام أسبوع أنت تشوفه فيه ما شاء الله يصلي ما شاء الله هذا كان دير لونهار قالوا ليدي الله يبارك الأسبوع هذا شفتك صليت الفجر صليت الظهر صليت المغرب هذه جائزة تكون هذه الهدية بعد ذلك حتى يتعلم أنه سينال الأجر عند الله عز وجل بعد أن يقوم بهذا العمل في هذه الحياة الدنيا فيتربى على الإخلاص ويولي كل العادات التي يقوم بها وهذا الذي نريده أن يكون فينا وفي أبنائنا أن كل حياتنا لازم تكون عبادة لله سبحانه عز وجل لذلك قال أحدهم قال عبادات أهل الغفلة عادات وعادات أهل اليقظة عبادات عبادات أهل الغفلة لعادات وهذه أخطر حاجة يمكن أن تصيب عباداتنا أننا نولون قدموها ونقوموا بها آليا بدون إخلاص بدون الحلاوة لذة الطاعة والغير ذلك وتولي مجرد عادات عندنا بينما إذا تحولت حياتنا كلها إلى عبادة يولي الإنسان رايح يصلي يستشعر عظمة أمام من يريد أن يقف رايح يحسن إلى جاره يقول الله أنا راح أتقرب إلى الله بالإحسان إلى الجاره أحد الصالحين قال كان في مجلس وطرقت الباب فقام أحد تلاميذته ليفتح الباب لما رجع قال له ماذا نويت حينما فتحت الباب قال طرقت الباب أردت أن أفتح لهذا الأخ حتى يدخل قال آنا أنوي إذا سمعت طرق الباب إذا كان هذا إنسانه يحتاج إلى علم أن أعلمه إذا كان يحتاج إلى غذاء أن أطعمه إذا كان يحتاج إلى لباس أنا أعطيه لباس إذا كان يحتاج إلى إرشاد أن أرشده تخيلي معي كل هذه النيات استحضرها الإنسان في أي عمل يقوم بها جميل جدا شيخنا واللهم رزقنا حلاوة الإيمان أخذنا الحديث معكم إلى الجالية المتواجدة في ديار الغربة وببلاد غير المسلمين ببلاد غير مسلمة وما نراه من اهتمام من قبل الكثير من الأولياء في تلقين أبنائهم وتعليمهم العقيدة السليمة الصحيحة ما هي الأمور التي يجب مراعتها ببلاد الغربة والتي تسهل مهمة التربية على الأباء هذا سؤال جميل جدا لأنه متعلق تقريبا بحياة شخصية الآن منذ تقريبا أربع أو خمس سنوات كنت قد فتحت مؤسسة اسمها أجيال وكان سبب ذلك أنني قدمت دورة في براهين أركان الإيمان للمراهقين في غرب مدينة مونتريال وكان الشباب تقريبا بين أربعين وخمسين ما بين فتا وفتاة في البداية سألتهم ما هي أركان الإيمان كنت سؤال عادي فقط للبداية فلم يجيب أحد لا بالعربية ولا بالفرنسية ولا بالإيجليزية إلا فتاة واحدة قالت الإيمان بالله سامعت أباها يلقينها فهم خمسون وأغلبهم من المغرب العربي الإسلامي من تونس والجزائر والمغرب يعني آباؤهم مسلمون وهم مراهقون فقلت لهم ركن الأول الإيمان بالله وفي الإسلام شهادتان ما هي شهادتان؟ لم يعرفوها صدمت إلى هذه الدرجة لا يعرفون أن لا يحسنون قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله خمسون فقلت الأمر خطير جدا لأن هذا ينبني عليه فكانت أسست مؤسسة اسمها أجيال الحفاظ على الأجيال ومهمتها تكوين تعليم الشباب وتعليم الأولياء لأن في الغرب تقريبا كل أسرة عالم وحده هناك أسر ما شاء الله قبل أسبوعين أسرة جزائرية احتفلت في مونتريال ابنها 12 سنة ختم القرآن الكريم يعني حتى هنا ربما لا يكون ليس بال وولد هناك ولد هناك ودعرف أباه جيدا وختم القرآن الكريم ويتكلم العربية بطلاقة ما شاء الله الله تعالى يبارك فيه وبالمقابل هناك من يحسن أن يقول لا إله إلا الله فهذا الأمر خطير جدا لهذا أول شيء كان هناك هو الاهتمام بقضية التعليم لأن الذين يذهبون إلى الغربة ينسون بأن المجتمع تغير فهنا إن لم تربي أنت المسجد ربي المدرسة تربي فالمدرسة مثلا يحفظونهم القرآن الكريم وأركان الإسلام لكن في الغرب لا يفعلون هذا المدرس تعلم الإلحاد والكفر بالعكس تحارب الدين والأولياء يغرقون في العمل وأمور اللباس والطعام والبيت الرعاية ويستصحبون حالهم في بلاد الإسلام حتى إذا استيقظوا يستيقظون على أمور مرة ولا أريد أن أزعجكم بحالة الإلحاد التي تؤرق طبعا هناك نسبة ليست بالهينة نعم فإذن يجب أن نعلم بأن العلم دين والدين علم حتى نحن في هذا الجيل الآن لأن حتى في بلاد الإسلام الآن العالم مفتوح وأبناؤنا الآن يقضون أمام هذه الشاشات الشاشات الهواتف ما أكثر ما يقضونه لا مع والدهم ولا حتى مع الكتب العالم والشبهات التي ترمى من أجل زحزحة الأساسيات كثيرة جدا إذن أول شيء غراه ليس في الغرب فقط هو ضرورة وهنا أيضا يجب أن نهتم به أن نعلم الدين لا أن نلقنا هناك من يعلم أنه لا إله إلا الله اسأله عن أدلة وجود الله اسأله عن أدلة أن الله واحد أحد اسأله عن براهين النبوة لماذا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه هذا الأمر يجب أن تعلمه لأنه في الغرب يدرسون في مدرسة وفي القسم الواحد هناك المسيحي والكاثوليكي والعدمي والملحد والهندوسي في قسم واحد وسيحتك بالآخرين فلهذا إن لم يبني تديونه على العلم والفهم والاقتناع فإنه لن يصل إلى شيء يثير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ المسلمين إن شاء الله أجمعي أمين يا رب العالمين شكرا لكم الدكتور بن عيس عبد الباسط شكرا لكم شيخنا محمد بالعالي شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة اللهم هدينا سبول السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حسن المتابعة لو جاءت الاخلاك دقلاك مثل جبال ها هو الشراع مدو الشراع ها هو شراع ها هو شراع مدو الشراع في مركب الدنيا وطعلا لنا الأيام لينفع البهتان يا سيد الإنسان يا صاحبي هيا